السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome to the learning channel النهاردة موعدنا مع English conversation skills part 10 أو مهارات المحادثة في اللغة الإنجليزية الجزء العاشر سوف نتعرف على أهم الجمل والعبارات الشائعة في المحادثات الإنجليزية So let's get started Number one informal American English أو الاختصارات في اللغة الإنجليزية الأمريكية ويمكن استخدام هذه الاختصارات في المحادثات وهي شائعة كثيرا في الأفلام الإنجليزية والمحادثات الإنجليزية Number one going to Going to تعني سوف ونستخدمها للحديث عن الأشياء التي ننوي فعلها في المستقبل يمكن اختصار going to إلى gonna 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 وتعني سوف إذن يمكن أن نحل محل going to gonna للحديث عن الأشياء التي أنوي أن أفعلها في المستقبل يمكنك أن تقول I am going to أو أن تقول I am gonna ويأتي بعدهم الفعل في المصدر أي بدون أيات إضافات مثلا إذا كنت تنوي السفر يمكنك أن تقول I am going to travel أو تحل محلها ب I am gonna travel أما إذا كنت تنوي تنظيف السيارة I am going to clean the core ويمكن أن تحل محلها ب I am gonna clean the core إذا كنت تنوي قراءة كتاب I am going to read a book وتحل محلها ب I am gonna read a book أما إذا كنت تنوي أن تطبخ الغداء I am going to cook lunch ويمكن أن تحل محلها ب I am gonna cook lunch So لا تنسوا going to يمكن أن نحل محلها ب gonna في المحادثات number two want to want to كلمة want تعني يريد أي يريد كلمة want تعني يريد يمكن أن نحل محلها ب wanna 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 إذن حذفنا want to واستبدلناهم ب wanna إذا كنت تريد أن تفعل شيء ما فيمكنك أن تقول I want to ويأتي بعدها الفعل في المصدر بدون أيات إضافات أو يمكن أن تحل محلها ب I wanna I wanna ويأتي بعدها الفعل في المصدر بدون أيات إضافات أيضا مثال إذا كنت تريد أن تشتري سيارة يمكن أن تقول I want to buy a car أو تحل محلها I wanna buy a car إذا كنت تنوي الإتصال بصديقك I want to call my friend أو I wanna call my friend إذا كنت تنوي وتريد أن تلعب كرة القدم I want to play football أو I wanna play football إذا كنت تريد أن تتناول الغداء I want to have lunch I want to have lunch ويمكن أن نحل محلها ب I wanna have lunch أي أنا أريد أن أتناول الغداء لا تنسوا want to يمكن استبدالها بwana أيضا في المحادثات في الإنجليزية الأمريكية لا تنسوا number three have got to have got to هو تعبير يعني يجب يجب أن ويساوي must must الغالبية يعرف أن must تعني يجب وتدل على الضرورة والإلزام أيضا عندنا هنا have got to تعني أيضا يجب يمكن اختصار have got to إلى have got to have got to have got to ويمكن اختصارها أيضا إلى got to got to إذن لديك طريقتين والطريقتين صحيحتين أما أن تقول have got to or got to إذا كنت تتحدث عن الأشياء الدرورية والتي يجب أن تعفع لها يمكنك أن تقول have got to أو تختصرها إلى have got to أو يمكن أن تختصرها أيضا إلى I got to I got to مباشرة ويأتي بعدهم الفعل في المصدر أيضا بدون أي تإضافات فوت إذا نظرت إلى ساعتك ووجدت أن الوقت قد تأخر ويجب عليك الذهاب للمنذل فيمكنك أن تقول I have got to go home or I have got to go home أو I got to go home جميع الجمل صحيحة إذا كان يجب عليك أن تدفع شيئا الآن وهو أمر ضروري فيمكنك أن تقول I have got to pay it now or I have got to pay it now or I got to pay it now إذا كان لديك اختبار ويجب عليك أن تذاكر بجد وتجتهد فيمكنك أن تقول I have got to study hard or I've got to study hard or I got to study hard أما إذا رأيت صديقك في محنة ويجب عليك أن تساعده فيمكنك أن تقول I've got to help him or I've got to help him or I've got to help him So لا تنسوا have got to equals أو تساوي have got وتساوي أيضا got ومتعني يجب أن ونستخدمها في الضرورة والإلزام الآن موعدنا مع seeking information أي أراضة الرصول إلى المعلومات أي أنك تريد أن تعرف بعض المعلومات فيمكنك أن تسأل ويمكنك أن تقوم بعمل جملة الطريقة الأولى وهي طريقة سهلة وبسيطة أنت تريد أن تعرف معلومة معينة فتقول I'd like to know I'd like معناها أريد أو أود No تعني أعرف فأنا أود أن أعرف I'd like to know ويأتي بعدها الشيء الذي تريد أن تعرف هناك طريقة أخرى أيضا تستخدم كثيرا في سورة سؤال Can you tell me Can you tell me أي هل يمكنك أن تخبرني ويأتي بعدها الشيء الذي تريد معرفته Example أنا أريد أن أعرف كيف يعمل هذا الكمبيوتر الرائع فأسأل Can you tell me how this computer works أي هل يمكنك أن تخبرني كيف يعمل هذا الكمبيوتر أما إذا كنت تريد أن تعرف عنوان شخص ما فيمكنك أن تقول I'd like to know your address I'd like to know your address أي أريد أن أعرف عنوانك ولا تنسوا أن كلمة address يمكنك أن تنطقها أيضا address address فأن نطقل النطقين سليمين address or address إذن لمحاولة الحصول على المعلومات يمكنك أن تطلب باستخدام I'd like to know or can you tell me number five asking about things or people السؤال عن الأشياء والناس والسؤال هنا يعني هل يوجد أحيانا كثيرة نستخدم هذا السؤال فنقول هل يوجد صخص ما في الحجرة هل يوجد شيء ما على المنضبة هل يوجد مثلا فاكهة في الثلاجة وهكذا فكرة هذا السؤال قائمة على المفرد والجمع في حالة المفرد نبدأ ب is there ولا تنسوا أن عن سيارة is there a car أما إذا كنت تسأل عن سيارات are there cars هذه هي فكرة السؤال أما إجابة هذا السؤال فعادة تكون yes or no لأن معناه هل فنجيب yes or no للإجابة yes نستخدم yes there is في حالة الجمعة yes there or للإجابة no طبعا بننفي الجملة بإضافة n apostrophe t فنقول no there isn't في حالة الجمعة no there aren't example مثال is there a cat on the table هل يوجد قطة على المنضبة نعم موجودة نجيب yes there is yes there is هذا بالنسبة للسؤال هل يوجد في النهاية عندنا asking about favorite food أو الطعام المفضل كيف تسأل عن الطعام المفضل أو favorite food الطعام المفضل أو الطعام هو شيء لذلك نبدأ السؤال ب what's what's أي ما أو ماذا وهذا السؤال وأداة استفهام نستخدمها للسؤال عن الأشياء ثم نضيف your favorite food أي طعامك المفضل فيكون السؤال what's your favorite food ما هو طعامك المفضل هناك طريقتين للإجابة الطريقة الأولى هو أنني أتحدث عن طعامي المفضل فأستخدم my favorite food أي طعام المفضل is يكون وبعدها الطعام ويمكن استخدام تعبير I like أي أنني أحب هذا الطعام I like ويأتي بعضها اسم الطعام أتحدث عن طعام let's look at the example ننظر إلى المثال do you like meat هل تحب اللحم no I don't أي لا أحبه what's your favorite food ما طعامك المفضل I like a chicken أنا أحب الدجاج this is the end of the video هذه هي نهاية الفيديو I hope you enjoyed this video أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالفيديو don't forget to subscribe to the channel ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الفيديوهات الجديدة أولا بأول thank you again for watching والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته